بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للمشاهدة اليوم ان شاء الله راح نحل مع بعض ورقة العمل طبعا احنا استلمناها يوم الخميس اخر يوم دوام وطلبنا حلها اللي حلها يتبع معنا ويشوف اذا اجاباته كانت صحيحة واللي ما حلها مو مشكلة راح نحلها مع بعض اكتيفتي نمبر وان انسر ذيس كواتشينز بدنا نجاوب السؤالين هدول بدنا نستخدم I like or I don't like do you like milk yes yes I like milk yes I like milk do you like coffee no I don't like coffee اكتيفتي نمبر 2 use is or are is منستخدمها مع المفرد و are منستخدمها مع الجمع this is my book those are your bands these are her shoes اكتيفتي نمبر 3 choose the suitable question word what or where what منستخدمها لما نسأل عن اشي war منستخدمها لما نسأل عن مكان one where is the dress it's in the cupboard استخدمنا where لانو هي بجس تسأل انو وين فستاني ok التاني what color is your shirt ما لون قميزك it's a grey grey second ok اكتيفتي نمبر 4 choose the stable proposition بدنا نختار حرف الجر المناسب 1 1 the cat is in or under the chair under the milk is on or in the glass milk is in the glass 3 the book is on or in the table the book is on the table اكتيفتي نمبر 5 read the text then answer the questions بدنا نقرأ الناس بعدين نجاوب على الاسئلة اللي عليه طبعا الاسئلة هي بتخص النص فرح نرجع بهدول الاسئلة من الناس نختار الاجابة true or false صح ام خطأ this is a frog it has two long legs and two short ones it has a big mouth and small eyes اكتيفتي نمبر 1 true or false بدنا نستخدم true مع العبارة الصحيحة false مع العبارة الخاطئة اكتيفتي نمبر 1 false افرق has two long legs اذا لاجابة خاطئة two legs a frog has big mouth true the opposite of short is long true the frog has big eyes false small eyes اكتيفتي نمبر 6 use can or cannot can نستخدمها لما نحقع اشي انه يستطيع وكنت لا يستطيع a bird can sink can can يستطيع الغناء a dolphin can not fly الدولفن يستطيع انه يطير no a baby can not drive cars البيبي يستطيع قيادة السيارة لا اذا can't good luck بتمنى اي سؤال معرفين وتبعتوا على المنصة وتدرسوا منيح منيح الامتحان وبالتوفيق لكم good bye